أعرب مجلس جامعة الدول العربية عن دعمه لدور وجهود المؤسسات والمنظمات والشخصية الدولية العامة في الإطار الإنساني والقانوني في ظل العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية الفلسطينية واللبنانية والسورية واليمنية جاء ذلك في بيان للمجلس على مستوى المندبين الدائمين في دورته غير العادية وأكد البيان دعم المجلس الكامل لموقف السكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش الذي تم وصفه من قبل إسرائيل بشخص غير مرغوب فيه في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها كما أكد أبو الغيت دعمه لوكالة الأنروى وأليات العدل الدولية الذين يتعرضون جميعا لضغوط سياسية كبيرة تهدف إلى تشويه صورتهم وتعطيل دورهم الإنساني والقانوني والسياسي وأدان المجلس الاعتداءات والتصريحات الإسرائيلية ضد تلك المنظمات التي أدت في الكثير من الأحداث إلى تدمير مقارها ووقوع أعداد كبيرة في كوادرها وضخايا للاعتداء الإسرائيلي موسيقى